بعد اكمانة مرحلة التطوير فخلال هذا الفيديو راح اتيح لك عملية تحميل المشروع على الكتهاب وراح ابدي اشرح لك خلال خطوات جدا بسيطة عملية اعداد المشروع بشكل كامل فمبدئين لو تشوف الان في الحساب الكتهاب الخاص في القناة هنا بشكل مباشر تذهبون على القسم الخاص في المستودعات ريبو ستوريز وثم مع ذلك تبحث عن برنامج رفعات راح اشوف عندك في العسفل تماما مليفريدمي يحتوي على كل المعلومات اللي انت تحتاجها لعملية تحميل المشروع والاستفادة من عدة في الجزء الاساس واللي راح اشرح لك الان خلال خطوات جدا بسيطة اذهب بشكل مباشر القسم الخاص في الكود واعمل كابي لـURL هذا بعد ذلك افتح برنامج فيجول استوديو هنا احتاج الى برنامج فيجول استوديو في نسخة 2022 لان البرنامج مبني ثيات .NET 7 اوكي يمكن ان تفتح ثيات .NET 3.1 يعني اذا كنت في نسخة 19 ولكن لازم اتغير نسخة .NET ضمن الاعدادات فمبدايا اذا هنا على الـClone على الريبو واقوم بوضع هذا الـURL ثم مع ذلك اقوم بتغيير الاسم لان انا مبدايا عدي نسخة سابقة انت مبدايا راح ياخذ عندك بدون اي عملية تغيير ثم مع ذلك اعمل لهذا المشروع انتظر بعض الوقت انا اقوم برنامج فيجول استوديو بتجلب كافة البيانات وان شاء المشروع بشكل مباشر اللي احتاجه خلال خطوات جدا بسيطة هو ايش هو تهيئة المتطلبات ومتطلبات البرنامج بكل بساطة هي يعني الـ Entity Framework لازم تكون منصب للـ Entity Framework ومنصب لبعض المكتبات الضرورية لعمل البرنامج خلينا نشوف كيف راح تبدي انت مبدئيا تتعامل مع هذه الجزئية تذهب هنا على القسم الخاص في ملفات المشروع ايش راح تبدي تشوف عندك في ملفات المشروع عندك المشاريع الثلاثة اول جزء عندك لو تشوف ايش المتطلبات تذهب على القسم الخاص في الـ Dependencies راح تشوف عندك علامة الاستفهام علامة الاستفهام هي تؤشر على انه هذه المتطلبات غير متوفرة اذا كانت عندك علامة علامة التحذير هذه اللي ظهرت قبل قليل لان بعتبار ان المتطلبات عندي متوفرة فشوفها الان بشكل تلقائي اختفت لكن مبدئين اذا وضع لك اي علامة على هذه المكتبات اللي هي الموجودة في قسم الـ Package معنى ذلك تحتاج الى تنصيب هذه المكتبة فاول مكتبه موجوده عندك هي هذي اسمها Close Exam All والFastMembers تستخدم منها عملية الاستيراد والتصدير يعني تستخدم لهذه الفعالية ثم مع ذلك تتجه لعملية تنصيب الـ Entity Framework اللي هي هذي الـ Tools هذا الجزء تنصفه في البرنامج في رفعات كيف تقوم بعملية التنصيب بكل بساطة رأيتك لك على الـ Dependencies تذهب على الـ Nuget Packets وتبحث عن إيش؟ تبحث عن الاسم الخاص في هذه المكتبة لنتقوم بكتابته هنا في القسم الخاص في الـ Browse ثم على ذلك تقوم بتنصيب ذات النسخة تماماً بالنسبة لـ CloseMembers FastMembers والMicrosoft Entity Core طبعاً هذا الكلام تبدأ تكرره على إيش؟ على كل المكتبات بمعنى هناك مكتبات متواجدة في الـ Data تتابع على الـ Data تتابع على الـ Dependencies ثم مع ذلك على الـ Package راح تشوف عندك هذه المكتبات الـ Entity Framework اللي هي نسخة الـ Entity Framework Core 7019 تقوم بعملية تثبيتها لـ SQL Server و Tools أيضاً بنفس الطريقة السابقة طيب الآن كل علينا أنه نقوم بتطبيق الـ Migration بعد ما نقوم بتغيير نص الاتصال هذا الكلام هو مشروح في ملايث الريتمي أذهب على الـ DbContext في الـ EF هذه هي الـ DbContext مثل ما نشوفها الآن أمامك أقوم بعملية فتحها و طبعاً كل علينا أنه أنا أقوم بتطبيق الـ Migration ولكن تتبهي أنه أنا وضع لك إيش؟ وضع لك هنا توـ Connection String الأول هذا لتطبيق الـ Migration في مرحلة التطوير بعد إكمالك لمرحلة التطوير تقوم بتفعيل هذا على أساس يكون عندك يعني تعريق وتفعيل هذا أوكي؟ الآن مبدأين كله تحتاجه أنه أنت تتأكد من نص الاتصال من اسم السيرفر في الأساس هل هذا اسم السيرفر الخاص فيك بالفعل؟ هي الـ . .sqlxpress مع ذلك أنه هو اسم السيرفر الإفتراضي اللي هو المحل فبشكل مباشر أذهب على Package Manager Console إذا ما كان موجود يمكن تذهب هنا على Tools ثم على Nugget Package Manager وتقوم بفتح Package Manager Console أوكي؟ وتقوم بالتغيير على إيش؟ تقوم بالتغيير على Data وتقوم بتطبيق الأمر التالي اللي هو Update Database أوكي؟ ثم على ذلك Enter اللي راح يبدي يعمل إليك طبعا أنه يطبق الميغريشن اللي موجودة بإنشاء Database يعني راح يبدي ينشئ إليك قاعدة البيانات فانتظر بعض الوقت في ماذا ظهرت عندي أي أخطاء متعلقة في هذه الجزئية وما أعتقد راح تظهر عندنا أي أخطاء نيكل شيء هنا عندنا تمام أوكي؟ مثل ما تلاحظ أنه بالفعل تم تطبيق الميغريشن بنجاح جيد؟ إذا ظهرت لك أي أخطاء فما يكون الخطأ في نص الأتصال في جزء الأساس أو ربما يكون أي خطأ متعلق في أي مكتبة تقوم بحلة وتطبيق الميغريشن جيد؟ ممتاز الآن الخطوة التالية مثل ما تلاحظ أنه أنت لازم تقوم بإضافة اليوزر الإفتراضي هذا الكويري اللي أنت تلاحظه الآن أمامك اللي تستخدم هذه الداتا بيس أخذها كابي أفهم أخذ هذه الكويري كابي وأقوم بفتح الـ SQL Server Management Studio SSDBMS هذا أقوم بدخول على السيرفر بعد ذلك أذهب على الـ Databases ولو تشوف الآن إحنا الـ Database الخاصة فينا اللي إحنا ضفناها حاليا من الـ Migration هي هاي رفعة DB فلازم تكون نفس اسم الـ Database لما نمرر إحنا الـ Query سأتكلك عليها وأختاري New Query وأعمل Paste للملف السابق أو للكود السابق لو تشوف الآن الكود إنه يستخدم عندك رفعة DB بالفعل هي اسمها رفعة DB هذا رح يبدأ يضيف لك اليوزر الإفتراضي اللي هو أنه كلمة السر لو تشوف الآن المعلومات يمكن تغيرها إنه ما فيها مشكلة اليوزر نيم admin وكلمة السر 1 2 3 4 5 هذه المعلومات الأساسية للدخول جيد والآن بشكل مباشر أعمل Execute على هذه الكويري وأتأكد من عندها إنه هي تم تطبيقها بنجاح وبالفعل مثل ما تلاحظه أن تم تطبيقها عندي بنجاح الآن أرجع على الابليكيشن الخاص فيه هذا الابليكيشن وأعمل Run عادي أوكي فآن مثل ما تلاحظ راح يبدأ يدخل ويتصل فيه قاعدة البيانات اللي احنا إنشاناها واليوزر نيم هو admin والباسورد مثل ما ذكرت لك من 1 إلى 5 وعذلك أقوم بعملية تسجيل الدخول الآن مثل ما تلاحظه أنه تم تسجيل الدخول بنجاح بالنسبة إلى البرنامج إذا أردنا إنه إحنا نفعل جزئية نص الإتصال هذه إنه تكون عندك إعدادات لنص الإتصال هذا الكلام يكون في مرحلة إيش؟ في مرحلة deployment يعني بعد ما تنتهي من عملية تطوير البرنامج فقط كل عليك إنه إنت تقوم بتعامل هذا التعليق وإلغاء التعليق من هذا الجزء هذا اللي تحتاجه فقط بعد ذلك تعمل run على application وتتكد إنه الإتصال ينجح عندك أيضاً وإذا ما نجح لازم أنت تعدل الإتصال من خلال إعدادات البرنامج باعتبار أنه إحنا في الإعدادات الإفتراضية فأيضاً راح يبدأ ينجح عندك الإتصال وبدون أي مشاكل إذن هذا كل ما تحتاجه طبعاً لعملية يعني Amelie Clone على المشروع المفتوح المصدر ولازم تنتبه إنه هذا المشروع في الملاحظة إنه هذا خاص في الدورة يعني غير مكتمل في الجزء الأساس في كثير من الأمور إحنا تكلمنا فيها الدورة لازم أنت تقوم بعملية إكمال الخصائص فإذا شفت إنه بعض النوافذ وبعض الجزئيات هي لا تعمل إنه أنا عملتها إنه هي لا تعمل مبدئياً حتى أنت تقوم بعملية إكمال هذه الجزئيات وإلك الحرية في العمل على المشروع من حيث إضافة خصائص وحذف خصائص وكذا الحال عمليات التصدير للاستفادة من عنده تجارياً اشتركوا في القناة